درويش كانت قضية كبيرة جدا جدا طبعا احنا لازم نكون عندنا وعي ايه السبب وايه الاسباب اللي قدت الى مقتل سيد درويش سيد درويش كان هو الشعلة التي تلهب حماس الشعب وبتهيج الدولة وبتهيج الشعب على الاستعمار وعلى الحكومة في وقت ذاك فطبعا الاستعمار ما كانش عجبه الحان سيد درويش لان كانت هي دية اللي بتهيج الشعب عليه وبالتالي كانت الحكومة بتتبع الاستعمار فطبعا اتحدوا مع بعض ان هم عايزين تخلصوا من سيد درويش بأي شكل يعني هو تقتل يعني اه ده شيء مفروض منه انت كحفيدو شايف ان سيد درويش قتل ده سيد درويش قتل قتل فما فيش احتمال تاني وبدليل ان الاهل بعدها طلبوا اعادة تشريح الجثة مرة تانية السلطات رفضت لو الموضوع عادي ايه المشكلة لانه مات في سن في التلاتينات ده يعني مات في سن صحيح يعني لكان هو كان مصدر الطاقة والحماس الشعب طبعا هو لما يقول للناس قوم يا مصري بلادي بلادي مصرنا وطننا سعدها املنا وهم مش عايزين ساعد فطبعا عايزين يخلصوا من الصوت لان سيد درويش لما كان بيقول النهاردة في اسكندرية كان الصبح يتقال في القاهرة الناس بتغني اغنيه